ضمن جهود وزارة الداخلية للحد من ظاهرة التسول التي يستغلها مدعو الحاجة خلال أيام شهر رمضان المبارك أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الأجهزة الأمنية تتصدى بكل قوة وحزم لعمليات التسول والاحتيال وبدورها دعت الإدارة المواطنين والمقيمين إلى توجيه زكاة أموالهم وصدقاتهم للمحتاجين عبر القنوات الرسمية والمعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في لجان الزكاة والمبرات الخيرية كما أكدت الإدارة أن مكافحة هذه الظواهر السلبية يتطلب تعاونا إيجابيا من المواطنين والمقيمين لدعم جهود الأجهزة الأمنية المعنية بالإبلاغ عن هؤلاء المحتالين حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة التي تسيء إلى المظهر الحضاري للمجتمع الكويتية تستعد وزارة الداخلية لمواجهة ظاهرة التسول والتي تكثر بشكل كبير في شهر رمضان المبارك نتيجة استغلال بعض الناس من ضعف النفوس للأجواء الروحانية والإيمانية لهذا الشهر الفضيل في الحصول على أموال بطرق غير مشروعة فأحب أن نوه على كل شخص يبي يقدم زكاة صدقة أي مساعدة مالية في أماكن موثوقة لذلك مثل المبرات الخيرية لجان الزكاة والمساجد وغيرها من هذه الأماكن وأيضا أحب أكد أن كل شخص رح يتم القاء القبض عليه وهو في حالة تسول رح يبعد فورا عن البلاد مع مسائلة تلك في القانونيا فأتمنى منكم أخواني وخواتي أن أنتوا تتعدونا في القضاء على هذه الظاهرة من خلال الاتصال على واحد واحد أثنين ترجمة نانسي قنقر